أعلنت الحكومة اللبنانية رسمياً يوم أمس الأحد عن رفع أسعار البنزين بنسبة كبيرة جداً تصل إلى 66% في خطوة قد تفاقم من أزمة الوقود الخانقة في لبنان ويعني هذا أن القرار عملياً رفع الدعم عن سلعة الوقود الاستراتيجية في لبنان وهي خطوة تقول الحكومة اللبنانية أن تسعى لخفض النقص الحاد في الوقود لكن توقعات تفيد بأنه رح يزيد من المصاعب الاقتصادية على الشعب اللبناني وقالت المديرية العامة للنفط في لبنان أنه قرار رفع أسعار البنزين جاء استناداً إلى الموافقة الاستثنائية من جانب الرئيس ميشيل عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال أيضاً حسان دياب مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كل هذا كان يوم السبت في قصر بعبداء الرئاسي ورح يرتفع سعر البنزين 95 أوكتان تقريباً بنسبة 66% مثل ما ذكرنا ليصبح سعر صفيحة المحروقات منذ هذا الصنف عند 129 ألف ليرا لبنانية وطبعاً سات حالة من الهلع بين اللبنانيين حتى مثل ما عم تشوفوا معنا بالفيديوهات اللي عم نعرضها وخفطت شركات المحروقات الكميات عم بتم توزيعها مما أدى إلى ظهور طوابي طويلة جداً ديئة ساعات يعني أمام محطات الوقود اللي تسببت بإغلاق الطرقات زحمة سير خانقة وطبعاً يعني بصير في مشاكل من هذه الأمور وأيضاً حتى الفيديوهات اللي عم نشوفها عم نعرضها الآن معكم هي فيديوهات مانا حتى جديدة يعني هذه هي الحالة في لبنان منذ أشهر أيضاً مع يعني أزمة الحالة الاقتصادية أيضاً قيمة الليرا اللبنانية دائماً في انخفاض منذ أكتر من سنة تدعيات كورونا انفجار مرفأ بيروت كل هذه الأمور للأسف يعني ما عم بتساعد الوضع في لبنان أبداً ومثل ما عم نشوف يعني الناس عم بيقضوا أكتر من أربع ساعات لا الحصول على الوقود في لبنان بأسعار باهظة جداً